إذن الهجمات في البحر الأحمر أثرت بشكل كبير على انخفاض حجم التجارة عبر قناة السويس بنسبة 42% حول هذا الموضوع معي من القاهرة دكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة دكتور حسن أهلا بيك متوسط دخل قناة السويس بنتكلم على خمسة ونصف مليار وبالتالي لو انخفضت 42% كيف سنعكس ذلك على احتياط نقدي وعلى بلد أصلا تعاني من أزمة الدولار بشكل أو بآخر هو طبعا للأسف اللي بيحصل في باب المندب واستهداف السفن اللي هي داخلها في البحر الأحمر وبالتأكيد بتعدي من قناة السويس الاستهداف ده وتأدى إلى طباط أحركة التجارة الدولية اللي موجودة في قناة السويس الشاحنات قلت عددها بحوالي 40% الإرادات قلت عدد قناة السويس بـ 42% الـ 42% دولة تفندم بيهملوا في الأسبوع حوالي 200 أو 250 مليون دولار كل أسبوع خسائر على القناة وبالتالي أنت بتتكلم في أرقام ضخمة جدا على الاقتصاد المصري أنه يفقد حوالي 40% من دخل القناة اللي هو في يوم الأيام كان وصل لحوالي 8 مليار دولار أو تخطط 8 مليار دولار معنى كده أنت بتقول أنت ممكن تخسر حوالي 3 أو 2 من 10 مليار دولار من الإرادات بتاعتك الإرادات بتاعت القناة السويس كانت بتساعد الدولة في تكوين الاحتياطي أو في الحفاظ على الاحتياطي الدولاري اللي موجود في الدولة بما يلبئ احتياجات الدولة خلال فترات زمنية معينة من الاحتياجات من السرع الضرورية والغاز والبترول والمشتقات البترولية وكام دا كلها طبعا مع انخفاضها بـ 42% بالتأكيد سوف يؤدي إلى وجود ضغوط تضخمية على الدولار وجود ضغوط تضخمية على اقتصاد المصري نتيجة لشح الدولار في يد الدولة المصرية الدولة المصرية سوف تلجأ إلى الأسواق لتعويض هذا النقص الدولاري المتولد عن خسارة 42% من داخل القناة من أين سوف تأتي الدولة المصرية بهذا الدولار قد تلجأ الدولة المصرية إلى النزول إلى الأسواق في الداخل للشراء وبالتاني بتخلق أكثر من قوى من قوى العقاء الطلب على الدولار المحدود في المعروض منه في الاقتصاد المصري وهو ما سوف يؤدي إلى ارتفاع آخر في الدولار الجاب المسافة أو المساحة ما بين السعر في البنوك دكتور والسعر اللي بنتابعه في الأسواق سوق سوداء أصبح كبيرا جدا هل في أسباب غير فكرة تراجع إرادات قناة سويس بشكل أو بآخر بالتأكيد في أسباب كثيرة جدا تؤدي إلى هذا المرعب في الدولار في الأسواق الموازية أنا لا أسميها أسواق موازية أنا أسميها الأسواق الغير قانونية لأن الدولار في سوقين في سوق قانوني اللي هو داخل الجهاز المصرفي وشركات الصرافة وشركات المسؤولة عن التحويل اللي بينظمها البنك المركزي المصري وأي تعاملات أخرى خارج هذه البنوك والمؤسسات المالية يعتبر مخالفة قانونية يجرم القانون المصري ويفرض عليها عقوبة بالحبس والمصادرة والغرامة ولكن هذا القانون لا يفعل في الوقت الحالي بالدرجة الكافية أو لا يفعل على الإطلاق في الوقت الحالي مما أدى إلى انفلات أسعار الدولار في السوق المصري نتيجة لأن حجم الطلب الموجود على الدولار بقى فيه أكتر من طرف بطلب الدولار الموجود في السوق كان قبل كده مجموعة التجارة ومجموعة التجارة الغير قانونية اللي هو من سامية ديرتيماني هم دولارة بس اللي كانوا موجودين في السوق دلوقتي لا ده التجارة الرسمية التجارة الغير رسمية اللي هي ديرتيماني اللي هو شغال في المقدرات وشغال في السلاح والمال السياسي وكام ده كله والحكومة كمان بتنزل تشتري من السوق والمواطن المصري بينزل تشتري من السوق أفتكر أنه من يومين كان رئيس سنة التقطيط والموازنة في البرلمان المصري أو مجلس النواب قال أن حجم المضاربات في السوق المصري تتجاوز إلى 40% من الطلب على الدولار يعني المطلوب من الدولار الرقم والمضاربات بتضارب على 40% منه وبالتالي الانفلات في عملية مواجهة المضاربين على الدولار في السوق المصري هي التي قدت إلى تجاوز السعر في السوق الغير الرسمي أو السوق الغير قانوني للسوق الرسمي أنه تقريبا عدى 100% في فرق سعر أكثر من 100% أكثر من الضعف يعني تتكلم لو حاجة 30 في البنوك تتكلم أكثر من الضعف حاجة تقريبا 31% في البنوك في حدود 31% وفي الأسواق تخطأ الستين طيب إيه اللي بيحصل طول عمرنا بنتعامل يا فندم على الفرق ما بين السعر الرسمي والسعر الغير الرسمي في الدولار في حدود 10-15% يعني سعره في البنك كام بره في السوق كان بيزيد عنه 10-15% ولو وصل إلى 20% في أوقات معينة كان بينزل إلى 15-10% لكن عمرنا 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 ما شفنا الدولار بيبقى في السوق الغير الرسمي ضعف تمنه في السوق الرسمي ده شيء يعني مرعب في الاقتصاد المصري طب إيه وسائل للحد من هذه القضية دكتور يعني إحنا لدينا قناة السويس بتدخل خمسة ونص متوسط ساعات بتزيد وبالتالي عندنا المصريين في الخارج بداخلوا مبلغ فوق 30 أعتقد مليار بتصحاح للأرقام وأيضا السياحة بتدخل مبلغ وهذه مصادر هذه مصادر الاحتياط النقدي النبي في مصر يعني قناة السويس اللي عاملين في الخارج ولدينا السياحة وبعض مصادر أخر لكن بالتالي كيف يمكن أن تعود الحكومة أو تتبع الحكومة أسليم وطرق للتعويض تمام لازم الحكومة تدور على طرق مستحدثة للتعويض إحنا مصادرنا من العملة الصعبة هم الخمس مصادر الاحتياطين الموجودين عندنا الصادرات من السلع والخدمات إحنا بنصدر بـ 40 مليار بس يقابلها وردات بـ 73 مليار فهنا عندنا عجز في الميزان التجاري يتجاوز الـ 33 مليار دولار يقابل تحولات المصرين عاملين في الخارج التي تصل لحوالي 37 مليار دولار تحولات المصرين عاملين في الخارج بتقل بدرجة صعبة جدا كبيرة جدا مرعبة جدا في الفترة اللي فاتت نتيجة اللي نتيجة اللي كان عنده أقصات على سعر الدولار 15 أو 16 جنيه دلوقتي هي نفس الأقصات بالجنيه بس الدولار بقى بحاجة و60 جنيه فاللي هو كان محتاج أنه هو يحول ألف دولار بقى محتاج أنه هو يحول 250 دولار الكارسة الأكبر أنه هو ما بقاش يحول 250 دولار هو بقى يدي 250 دولار دولار لتاجر عملة صعبة في الخليج وبيأخذ مقابلهم بالجنيه المصري يعني حتى التظاهر في قيمة الجنيه لم تجذب الدولار أنه هو يخش لقد الدولار تم الاعتفاظ به في الخارج وما تواجد في السوق المصري تداول نوع من أنواع التحولات بالجنيه فتحولات المصري يعمل في الخارج بتقل ليس لنتيجة أي شيء آخر إلا لنتيجة الارتفاع سعر الدولار في الجنيه المصري في السوق المصري في الداخل وفي الخارج بردو بقى موجود الدينار اللي كان بـ 18 جنيه من 20 سنة في سنة 2004 الدينار دلوقتي بقى بـ 210 طب مين هيحول على سعر الدينار اللي موجود في البنوك اللي هو بحوالي 180 جنيه محدش وده اللي خلى مجموعة من شركات الصرافة الكبيرة اللي موجودة في السعودية وموجودة في الخارج تمتنى عن استقبال الجنيه المصري أو تحويل الجنيه المصري أو تحويل على السعر اللي محدش بتعامل عليه فالمنظر الثاني اللي هو تحولات المصري في الخارج بيقل وبيقل بشدة نتيجة لانفلات سعر الصرف في السوق المحلي وكذلك في الخارج السياحة السايح اللي كان بيجي يصرف 100 دولار دلوقتي محتاج أنه يصرف 50 دولار بس علشان يتلقى نفس الباكتج اللي هو كان بياخدها قبل كده القدرة على الاستدالة من الخارج مع خفض التصنيفات احنا ما ننضرش نسلف من الخارج كما كنا في أريحية قبل كده في عمية الاستدالة من الخارج دكتور حسن بسألك الحقيقة هل ممكن طالما أنه قناة سويس تراجعت وانخفض حجم التجارة عبر قناة سويس بلسبة 42% هل ممكن الدولة المصرية تقدم إغراءات لشركات الشحن بالمرور أو بشكل بآخر يعني أنا أفكر فقط ربما يكون هناك طريقة ما لمزيد من الإغراءات لهذه الشركات التي أعلنت أنها حولت مصار المرور من قناة سويس إلى رجاء الصالح وغيرها أسنين فنم لما تيجي عند الحالة الأمنية لا يوجد إغراءات لا يوجد أي نوع من أنواع الإغراءات وعادي أن الحالة الأمنية ليست under control ليس تحت سيطرتك كدولة مصرية وبالتالي تقدر تتعامل معها الموضوع ليس موضوع هجمات إرهابية بتتم في الحدود المصرية لا أي هجمات إرهابية بتحصل في المياه الدولية ما هي حتى المياه إغراءاتنا لا فقدرتك على السيطرة عليها ما فيش أن أنت هتدي للشركات ممكن حكومة المصرية تقول طيب أنا هتحمل عنك تكلفة التأمين بس الموضوع دلوقتي ما بقاش تكلفة التأمين هو الموضوع مش أن شركات التأمين العالمية رفعت تكلفة التأمين للمرور في قناة السويس مما جعل تكلفة المرور في قناة السويس مرتفعة ممكن أن نخفض الرسوم بقدار الارتفاع في التأمين بس تتحرك في الحالة الأمنية أنه سفينة تضرب في الصومال وسفينة تتحرق في المندب والكلام ده كله I have no control ما عنديش أي سيطرة لي كدولة مصرية لكن الدولة المصرية ممكن أن تتحرك في المصادر الأخرى من العملة أو تتخفف من احتياجاتها للعملة يعني أنها تخش في برنامج من برامج التقشف للواردات التي نستوردها زي ما قالت ساعدتك نستورد ب73 مليار ونصدر ب40 مليار عندنا فجوة في المجال 23 مليار لكن لما أجي أننا أستورد عربيات ب4.5 مليار أو 5 مليار أستغنى شوية لما أستورد سيلير في حدود 5 مليار أستغنى شوية لما أستورد مكسرات في حدود 600 مليون أستغنى شوية لما أرى أن حجم تجارة الدهب اللي موجودة في الدولة في حدود 2 مليار أستغنى شوية لما أرى أن حجم تجارة المخدرات اللي موجودة في الدولة بتستهلك حوالي 20 مليار دولار ليه؟ لأن الإحصيات بتقول أننا اللي نمسكه في السنة لا يتجاوز 5 مليار دولار والإحصيات برضو بتقول أن أي حسن جهاز مكافحة مخدرات لا يستطيع أنه يكتشف ويقبض على أكتر من 20% فلو نمسك ب5 مليار أشياء مليار الدولار بتدور في تجارة المخدرات نوع من أنواع التدخل الأمني في بعض الأسواق الغير حقيقية أو الأسواق الإجرامية في الحالة تقدر سيطر بارشلي على الدولار دكتور حسن السؤال المقلق بعض الشيء مزيد من الخفاض الجنيه مقابل الدولار نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر هو مش نتيجة ما يحدث في البحر الأحمر البحر الأحمر واحد من السيناريوهات التي لازم نقابلها طول عمرنا ندير الاقتصاديات بتاعت الدول على سيناريوهات على بلان اي و بلان بي و بلان سي ونحط بلانس كتيرة جدا ونشغل عليها طيب أنت اللي بيحصل قل الدخل من القناة السويس بكان ب40% يعني قل الدخل بتاعك بحوالي 2 مليار هو لسه ما قالش ب2 مليار لأن الموضوع كله أنت بتكلم من 7 أكتوبر لغاية دلوقتي أنت ما كملتش 14 شهر صح فلو أنت بتكلم على 40% 40% ده بتاع 12 شهر تمام 12 شهر متوقع أن أنت تخسر مثلا 2 مليار ربعمية يبقى أنت اللي خسرته دلوقتي الـ 800 هل الخسارة الـ 800 دولت تبرر القفزات الغير عادية في الدولار الـ 800 دولت يمثل لك قد إيه من احتياجاتك الـ 800 لا يمثل لك أكتر من 5% من احتياجاتك في الفجوة الدولارية اللي موجودة عندك هل الخفاة 5% في الفجوة الدولارية اللي موجودة عندي تؤدي إلى التضاعف سعر الدولار لا بالتأكيد ده فيه نشاط إجرامي غير سليم بيحصل فيه السوق أنا بقول أن السوق بتاعنا أو إرادتنا من قانونة السويس حتى تقل بـ 2.4 من 10 أو 2.5 عندي يا فندم عندي منتجات أنا ممكن أستغن عنها بكرة ومش هتأثر لا على صحة المواطن المصري ولا على المائدة بتاعت المواطن المصري ولا هتأثر عليه في أي حاجة إن أنا أوقف في عملية الاستيراد بتاعة الأكل الكلاب مش معقولة يعني بنستورد أكل الكلاب بحدود 2.4 مليار نعم ماستغنى عنها ماستغنى يا فندم عن الوردات من النتس نحن بنستورد فكهة ومكسرات في حدود 650 مليون فأكل الكلاب مع أكل البشوات الاتنين على بعض موفريني حوالي من الاتنين واربعة من عشر 900 مليون دولار يا فندم يغطوا الخسارة تحت قناة السويس من أول الأحداث لغاية دلوقتي ويعدوا كمان بيها شهرين فأنا عندي الأدوات اللي أنا ممكن أن أسيطر بيها وأعمل البالانس اللي موجود وهدي الأسواق وإن ما كانش السوق يهدأ فلازم تستخدم أذراع الرقابي على السوق شكرك دكتور حسن دكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة شكرا جزيلا دكتور حسن شكرا جزيلا دكتور حسن الصادي 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 شكرا جزيلا دكتور حسن الصادي